إذن هناك وفد واحد يمسل معارضة لن نقبل بأي وفد ثالث المعارض يمسل وفد واحد لن نقبل بإضافة أو تنقيس أي شخص من وفد المعارضة الحالي غير قابل للمس ورابعا هناك بعض مؤسدين السياسيين نحن نعتبرهم قريبين من النظام ولكن لهم صفة معارضة بشكل من الأشكال هؤلاء إن رادوا أن يستطبوهم فقد تم الحديث مع ذلك عن معديم السورة ومع الأطراف اللاعبة الأخرى المعنية بشأن السوري على أنه يمكن لسيدي مستورة أن يتحاور معهم بشكل استشاري أو شيء وهذا ما تم اعتماده السيد قدري جميل وآخرين أيضا نحن لا نعتبرهم معارضة لكن نحن لا نضع عراقيل ولا جدران أمام أي أحد